النهاردة رئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابع ملف مهم جدا وهو ملف الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني وده في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني كلام الرئيس في الاجتماع كان فيه مجموعة من التوجيهات المهمة عن عملية تطوير قطاع الطيران المدني بحيث يقدر يستغل إمكانياته أفضل استغلال اقتصادي ويحقق عوايد أكبر وخصوصا أن هذا القطاع الاستراتيجي يمتلك سلسلة من المطارات الدولية المنتشرة على مستوى الجمهورية وده بيخلق فرص اقتصادية كبيرة جدا سواء في مجال حركة النقل الجوي أو في مجال السياحة والرئيس السيسي تابع في الاجتماع الخطة المستقبلية لوزارة الطيران ومراحل تنفيذ بعض مشروعات الوزارة ومنها مشروع تحديث أسطول الطيرات والإجراءات الخاصة بحكمة إدارة الشركات اللي هي تابعة لقطاع الطيران وكمان عملية إعداد الكوادر البشرية سواء من الطيرين أو الأطقم الجوية واللي بيتم على أعلى مستوى يعني التطوير في قطاع طيران المدني بيتم على مستوى البنية الأساسية والبنية الإدارية وكمان على مستوى رفع كفاءة العنصر البشري ده طبعا مهم جدا طبعا خطط التطوير اللي بتتنفس في قطاع طيران المدني تعتبر جزء من عملية التطوير الشامل اللي بتتم في كل القطاعات بتاعت الدولة بحيث يكون فيه تكامل بين كل هذه القطاعات عشان تقدر تساهم بفعالية في عملية التنمية اللي بتحصل في كل مكان في مصر ترجمة نانسي قنقر